شوفنا الفيديو يلا بينا نسمع سؤال مبعوط لنا رسالة صوتي يركز معي بس قال لازم أنادي عليه لازم أتكلمه باسمه أنا مش عارف هيه ده طبيعة مرحلة عمره أنه هو عم 6 سنين ولسه صغير مش عارف يركز معي في المية ولا المشكلة فيه هو فعلا أنهما كان يكون عنده فرط حركة وتشتت انتباه أنا كنت أريد برضو عنات من صفات الشخصية الضعيفة الطفل الشكي والبعاية على طول فدي برضو إزاي ألعب عن نقطة دي وأقدر أقابي شخصية وأواخل دي مش بيشتكيه ضعيفة سمعنا السؤال والحياء رغم أنه سؤال طويل شوية لكن هو سؤال حياء مهم جدا ومرعب الحقيقة بالنسبة لي مرعب أمرعب ده يخوفني جدا ويخوف أي طبيب الحقيقة يعني طبيب فاهم ويخوف أي مجتمع الحقيقة هو إيه اللي يخوف هقول لكم اللي يخوف أن يأتي مدرب الكنغفو المدرب الرياضي الذي له كل التقدير والاحترام في مجاله وفجأة فجأة يقرر أن فيه طفل بيتدرب معاه عنده ست سنين يقرر المدرب ست سنين أنه عنده فرطة حركة وتشتت انتباه هذا شيء غير أخلاقي مش هقول لكم غير علمي ولا لا ده غير أخلاقي يعني بيجي شخص يقرر من تلقاء نفسه كده أن يعطي لنفسه صفة التخصص بيجي شخص الطبي الدقيق وأنا بقول له له كل الاحترام والتقدير في مجال عمله المهندس والمدرب والمحامي والمدرس والموزق كل الناس ليه احترامها ولكن في حاجة اسمها التخصص في حاجة اسمها التخصص الطبي ايه المنطق في انه مدرب بيبدأ تدريب طفل عنده ست سنين على رياضة قتالية وهنرجع لها دلوقتي حالا ويقول ده عنده فرطة حركة وتشتط تدباه هو لا يدري انه ممكن بهذه الجملة ربنا يكرمك وكتر خيرك انك بعدت لنا السؤال انه ممكن ام تانية بقى تمشي في مصار مجهول الحقيقة والحقيقة انه يعني الغريب انها بتقول انه بيمارس رياضة تانية وهي السباحة وماشي فيها كويس يعني الحمد لله بقى ان مدرب السباحة هنا يعني راضي عن الموضوع تمام والمدرسة اللي هي بقى اكتر حد بيتعامل مع الطفل بتقول بيركز معايا بس لازم اندع عليه باسمه كثير جدا من الاطفال في بداية المراحل التعليمية الدراسية اللي هي ما بعد الحضانة بيحتاجوا للحكاية دي بيحتاجوا انك تكلميهم هم عشان ينتبهوا اكتر وعشان يفهموا اكتر والكلام ده كله دي مش حاجة مرضية فمبدئيا حديك مش محتاجة اي تخصص في حاجة لان اللي بتوصفيه يعني شارح نفسه ولكن حديك محتاجة حاجة ضرورية وهي ان تتوقفي عن دروس الكونغفوه او الرياضة القتالية والحقيقة انا عايزة اسأل هو ايه الشغف؟ يعني انا مش ضد الرياضات القتالية او الرياضات اللي هي الحركية اللي من النوع ده بس هل الطفل هل الطفل اللي عنده ست سنين احنا خدنا رأيه وقلنا له تحب تلعب كاراتيه او كونغفوه او جوده وهو قلقه؟ ولا انتي بتعملي كده من باب وده بقى الجزء الاخير من السؤال عشان هو يبقى قوي بقى ومحدش من الاطفال يعني يضيقه وكلام ده كله اذا كان ده الغرض ابشارك انك ماشي في طريق خطأ لان الرياضات القتالية دي اساسا دي رياضة مش وسيلة يعني حتى بيسموها رياضات الدفاع عن النفس بس دي في الاخر رياضة حتى بيسموها فنون قتالي يعني بتبقى حاجات كده احيانا بتبقى معتمدة على اللمس والحاجات دي كلها بس انما مش وسيلة الدفاع عن النفس يعني ولا حاجة خالص في الحياة العامة يعني تمام لانه اللي بيمرس رياضة المفروض بتمكن يعني من الحاجات دي عمره ما بيدخل خناء او عمره ما بيعمل كده وفي ناس كتير عارفة او فهمة قصدي خلاص انا بس اللي عايز اقوله ان بعض الاطفال ممكن يبدو بعض الاهتمام بنشاط معين لكن لما تبدأ الممارسة الفعلية ها يفقدوا الشغف تجاهه على فكرة الحكاية دي ممكن تبقى في الكاراتيه ممكن تبقى في كرة القدم ممكن تبقى في السباحة ممكن تبقى في التأي رياضة يعني ممكن الطفل لو سألناه او لاحظنا حتى انه ممكن يكون بيحب يتفرج على الكور بيحب يتفرج على التنس بيحب يعوم في البحر او اجي انا بقى اب واما اقول ايه تمام انا هعلم ابني هذه الرياضة تمام بعلمها له من باب المتعة خلاص من باب المتعة انه هو يتبسط يتبسط بحسب سنوات عمره يطبسط زي ما بيطبسط في لعبة بيلعبها في البيت زي ما بيطبسط بحاجة بيشوفها في التلفزيون بيطبسط زي ما بيتكلم معانا بيطبسط زي ما بي... خلاص كده يعني لا أثقل على الطفل تمام؟ طيب جي الطفل بدأ ممارسة هذا النشاط أو هذه الرياضة لا أنه هو مش مهتم عادي خالص مش حرام أنه هو الطفل يرجع في كلامه فده غالباً اللي حصل مع الطفل هنا أنا بفترض كمان أن الطفل أبدأ نوع من الاهتمام بأنه هو عايز يمارس هذه الرياضة بفترض ده مش أنه إحنا اللي قررنا له يعني تمام؟ هو أبدأ اهتمام حلو لما بدأنا الرياضة فعلاً مش عجباه خلاص مايلعبهاش بمنتغل بساطة كده آه كده هي كده مايلعبهاش مش لازم أحاول معاه بقى والمدرب يقول ده عنده فرطة حركة يعني يعني ربنا يكرمك طلع علينا رياضيين ممتزين طلع علينا أبطال طلع علينا أطفال بيحبوا الرياضة وبيحافظوا على صحتهم بس ما تدخلش في مجال آخر غير تخصصك بهذه الفجاجة الحقيقة وبهذا التجاوز أن أنت تيجي تقول لأم عنده فرطة حركة وتشتت انتباه ليه؟ عشان ما بيسمعش التعليمات اللي هو أصلاً ممكن ما يكونش مهتم بالرياضة دي أصلاً فيبقى فجأة كده الطفل ده عنده فرطة حركة وتشتت انتباه والكلام تكون طبعاً ده كلام مش مظبوط الشخصية الضعيفة اللي حضرتك بتعمليه دلوقتي هو أنك تتحدسي عن ابنك بأنه شخصيته ضعيفة طفل عنده من العمر ست سنوات يتشكل في بداية التشكيل خلاص بداية التشكيل لسه بيكون وجهة نظر في أشياء كثيرة ممكن يكون ما بيحبش اللعب العنيف ممكن ما يكونش بيحب اللعب الحركي ممكن يكون ميال أكتر لهوايات أو للأنشطة الإبداعية زي الرسم زي الكلام ده كله ده مش غلط ولا حاجة لما حد بياخد منه حاجة هو لسه مش عارف أو مش مدرب أو مش فاهم أو مش مشروح له ردة الفعل بتبقى عاملة زي هو بيستدعي ردود الأفعال اللي هي الأديمة اللي هو كان بيعمله وهو أصغر لكن احنا ممكن سهل قوي ان احنا نقوله لا انت ما تعيطش وانت تعمل كذا وانت تعمل كذا ولما يحصل حاجة زي كده في المدرسة بتشتكي إنما ما نقولش دي من سمات الشخصية الضعيفة يعني إيه سمات الشخصية الضعيفة أصلا في توصيف الشخصيات بحسب الطب النفسي ما فيش حاجة اسمها شخصية ضعيفة ما فيش حاجة اسمها كده من أنماط الشخصيات يعني أنماط الشخصية فيش شخصيات النرجسية وشخصيات الوسوسية وهكذا إنما ما فيش حاجة اسمها شخصيات ضعيفة شخصيات ضعيفة دي حاجة احنا كده بنطبع بيها أو بنوصم بيها بعضنا البعض لما حد يبقى مثلا بغير ميال للعنف شوية أو بيقول رأيه بعد فترة أو أنه هو ما بيحبش يدخل في نقاشات جدلية فبعض الناس يستسيروا يقول لك أصدر شخصيته ضعيف لا مش كده تمام